بسم الله الرحمن الرحيم نكمل النهاردة الجزئية بتاعة البيزيكس in engineering economy فهنكلم في المحاضرة ديه عن introduction of engineering economy problem solving approach performing an engineering economy study في بعض الexpressions اللي دايما بتأبدنا في الانجينييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يعني دايما الناس تقول ايه الاقتصاد الهندسي لجميع المهندسين بيدرسوه ومهم جدا للمهندسين ومعظم التخصصات لازم تدرس انجينيري ايكانمي انجينيري يجب ان يتعرض لعملية المهندسية للمهندسية ومعظم التخصصات انا عندي المهندس بتعرض لعملية تصميم وعملية تنفيذ وعملية الامبليمنتيشنز اللي عندي طالما المهندس حيمر باناليسز وديزاين وثينثيسز يبقى لازم يدرس الانجينيري ايكانمي اللي هي بتبين له الالترنيتيفز او البدائل اللي عنده الاسئلة اللي المهندس لازم يجاوب على كثير من الاسئلة اللي بيتعرض لها الشركات او المستثمرين في بعض الاحيان بتبقى عاوز work with limited funds يعني عاوز تستثمر ولكن انت عندك الميزانية بتعطيك الكابتال محدودة لازم تخب بالك ان الكابتال ممكن تحوله لمفهوم is not unlimited limited لان ان انت محدد بمعايير معينة راشند كابتال داز نط بلونك تو ذا فارم رأس المال مش ينتمي للشركة انت ممكن تكون بتستثمر اموال مستثمرين او بتقترض من البنك انت اون belongs to the owner of the firm كابتال is not free لازم تخب بالك من الحتة دي it has a cost رأس جلب رأس المال له تكلفة كمان في بعض الديفينيشنز يجب ان احنا نخب بالنا منها كمهانسين engineering economy is involved with the formulation كان يبلخص الخطوات بتاعت حل المشكلة estimation and evaluation of economic outcomes when alternatives to accomplish a defined purpose are available engineering economy is involved within the application of defined mathematical relationship that aid in the comparison of economic alternative knowledge of engineering economy will have significant impact on you personally make proper economy comparison in your profession private sector public sector in your personal life الاخصار الهندس يبقابلك في كل حاجة قطاعات الحكومة قطاعات الشخصية المشروعات المفردة and so on الروز of engineering economy لازم تخب بالك people make decision not tools يعني البنى آدم الإنسان هو الفكر اللي بياخد decision engineering economy is a set of tools بيوفر لك مجموعة من tools that it in decision making but will not make the decision for you أنا عندي الأدوات بستغل هذه الأدوات لاتخاذ القرار ومش حد هياخد القرار نيابة عنك engineering economy is based mainly on estimates of future events must deal with the future and risk and uncertainty اتخاذ القرار بيمر ممكن يكون المعلومات اللي عندك تبقى certainly وده في الغالب ما بيكونش كثير لكن uncertainty موجود فلاها tools وممكن يكون ال information اللي انت بتجمحها لل future تبقى with risk يعني عندك احتمالات لكل حالة من السيطوات اللي عندنا the parameters within an engineering economy problem can and will vary over time طبعا ما فيش حاجة سوابت مع long time كل شيء ممكن يتغير فالبرامتر ممكن تتغير برامتر that can very well dictate a numerical outcome apply and understand sensitivity analysis ماذا يحدث لو تغير مجموعة من البرامتر يسموه تحليل الحاسسية it plays a major rule of assessment of most if not all engineering economy problem the use of spreadsheet is now common طبعا عندنا السوفتوير واستخدام برامج ال excel and so on لاتخاذ القرار بتساحل على الطلبة عملية الحسابات المعقدة اللي كانت بتحصل الضمان فما فيش مشكلة اصبح ال split sheets متوفر اذا لو حابنا نتكلم عن problem solving approach بطريقة اوسع شوية دمرة واحد بنقول understand the problem تفهم المشكلة اللي عندك ايه المشكلة المشكلة اللي عندي عملية استثمار مبلغ من المال في capital عاوز اوظف هذه ال capital فبلاقي collect relevant data information اه ببدأ اجمع ال data او ال information اللي لازمة لهذا الموضوع باعمل define the visible alternative اشوف البدائل المتاحة اللي عندي ويجب ان هذه البدائل تكون قابلة للتنفيذ هذه البدائل visible اي يمكن تنفيذها مش حاجات كده في الخيال evaluate each alternative تقييم كل alternative select the best alternative ثم توظيف ال alternative اللي تم اختياره طبعا ال understand the problem collect the relevant definition relevant information ممكن بتبقى المرحلة دي صعبة شوية بعد كده هو define the visible alternative where the major tools في عندي major tools للنجينيينج economy بنطبقها في هذا الموضوع وبعدين عملية التقييم في طرق كتير جدا هندرسها زي present worth future worth annual worth rate of return benefit cost analysis pay back period capitalized cost value added and so on عملية التقييم دي يتهوة ده المجال الكبير بتاع الاقتصاد الهندسي اللي عندي ثم بعد عملية هذا التقييم بابدأ اختار the best alternative وبعدين ابدأ انافذ هذا ال alternative performing an engineering economy study in order to apply economic analysis techniques below terms and concepts should be understood قبل ما نخش في مجال الاقتصاد الهندسي لازم في مجموعة من expressions بتمر علينا لازم نعرفها alternatives alternatives اي البدائل المطروحة للحلول اللي ممكن تبقى قدامي cash flow اللي هو يسموه التدفق النقم alternative selection عملية الاختراب بناء على criteria معينة evaluate criteria intangible factors في factors تبقى tangible في factor intangible time value of money يبقى دا الاشياء اللي اخبر بل منها performing a study to have a problem one must have alternative two or more ways to solve the problem ممكن عندي في طرق عديدة لحل المشكلة اللي عندي أبدأ alternative ways to solve مقصود بالالترنتيب ليطلق الحلول of the first be identified لازم تعرفه estimate the cash flow for all alternative or for the alternative analyze the cash flow for each alternative to analyze one must have عشان أبدأ أعمل تحليل لازم أشوف time value of money اللي عندي وأشوف interest time value of money عبارة عن خط أفقي يبدأ من حيث zero المشروع وينتهي عند horizon بتاع المشروع اللي هو نهاية عمر المشروع اللي عندي وأبدأ أحدد interest rate اللي هو سعر الفايدة اللي عندي هل هو سعر الفايدة السائد في البنوك أو هدخل الانفليشن كعامل عندي وسعر الفايدة يعبر عن الانفليشن اللي بيحصل في السوق ثم بعد كده some measure of economic worth تحليل الثروة اللي عندي إزاي ثم evaluate and wait تعملية التقييم factor in non economic parameters في بعض الفاكتور زي ما قلنا اللي هي الغير اقتصادية اللي هي التشريعات الحكومية والنواحة السياسية and so on والعادات والتقاليد الموجودة في المجتمع وهكذا select and implement and monitor اللي عندي البرامتر اللي هحتاجها first cost أو investment amount اللي هو الاستثمار الأولي اللي هو السعر بتاع المكن الأرض and so on initial investment estimate of useful of project life أشوف عمر المشروع بتاعتي المشروع بتاعي إن بتاعته قدي estimate future cash flow اللي هي الإرادات الإرادات المتوقعة والمصروفات المتوقعة and salvage value المقصود ب في نهاية العمر في بعض المعدات والحاجات هاتبعها فدي بتدر تعتبر إرادات ثم interest rate تحديد interest rate لو سعر الفايدة وال inflation وإذا كان في tax اثر للضرايب اللي ممكن تتخذ على المشروع فالكاش flow عبارة عن estimate flow of money coming into the firm إيه هي الفلوس اللي ممكن تتدفق عليك من الشركة وخلال العمر الإفتراضي يعني مثلا هنقول والله هذا العمر هنا هوت أنا في عندي cost هنا هوت اللي هي initial cost هشتري المكنة بمبلغ معين والأرض والكلام ده ثم هتدر أرباح معينة عندي أحط الأرباح اللي عندي وممكن في نهاية المشروع الصالفج value تبقى إرادات معينة الصالفج value اللي هي هبيع الخردة في نهاية العمر اللي عندي estimate of investment cost الـ operating cost تكلفة التشغيل المكن محتاج وقود محتاج صيانة أنثقون دي تكلفة أحطها النحية دي التاكسيز لو في درايب negative cash flow diagram يعني positive cash flow diagram اللي هي الإيرادات والـ negative اللي هي cost التكلفة اللي عندي المقصود بالالترنيتف أي دراسة لازم يكون عندك بدائل للحلول حتى do nothing ما عملش حاجة بالفلوس خالص سيحطها في أحد البنوك الاستثمارية اللي بتطبق الشريعة الإسلامية ده بيسموه do nothing استثمار بدون مخاطرة مخاطرة without risk may not be free and may have future costs associated do not workload this option يبقى المقصود بالالترنيتف البدائل اللي عندي النمرة واحد الجول الهدف define evaluate select and execute الخطوات بهذا الترتيب يبقى في عندي مجموعة من الالترنيتف وممكن do nothing يبقى بديل من البدائل وهو المقصود بوضع الفلوس في أحد البنوك الاستثمارية الإسلامية يبقى which one do أنا أقبل أنهي بديل من هذه البدائل طبعا المutual exclusive في بعض الأحيان لو اخترت بديل معين ينفي بديل آخر لكن في بعض الأحيان ممكن أوظف بديلين مع بعض بالكمية الاستثمارية اللي عندي الفلوس الاستثمارية select one and only one from a set of visible alternative ده اللي يسموه mutual exclusive يعني لا يمكن اختيار A intersection B مثلا A و B معا once an alternative is select the remaining alternative are excluded at this point يبقى واحد اخترته يبقى خلاص بcancel البائل لكن more alternative أكثر من alternative عندي أكثر من بديل اللي عندي which one do we accept أقبل alternative الأول أو الثاني أو الثالث أنثق عندي مجموعة من alternative default position if all of the proposed alternative are not economically described then في بعض الأحيان alternative اللي بتدريسته ليست اقتصادية one usually default to do do nothing يبقى default بتاعي ان انا ما استخدمش أي واحد مما عندي alternative واحد لقيته غير مربح alternative التين لقيته غير مربح alternative رقم ثلاثة البدائل كلها غير مربحة يبقى do nothing هو alternative اللي هاختاره ان انا ما استخدمش أي استثمار واخد do nothing اللي هو الالترنتيب البديل اللي هو استثمر بدون مخاطر المقصود بالtime value of money money can make money الفلوس بتجيب فلوس على مدار الinvestment والتايم اللي عندي centers around an interest rate لازم اخو بالي من سعر الفايدة السائد the change in the amount of money over a given time period is called the time value of money by far the most important concepts concepts in engineering economy it is اشتركوا في القناة